اتنين اول مسيرة مسلحة ضد اليهود في امريكا تكلمنا قبل كده عن النازيين الجدد ورغم ان امريكا ما فيهاش تاريخ للنازيين والتهديد الاديولوجي اللي كان موجود للنظام والفكر السائد في امريكا هو التهديد الشيوي لدولة رأس مالية الحزبين الكبار رأس ماليين جمهوريين او ديمقراطيين وبالتالي البديل اللي ممكن يسقط النظام هو البديل الشيوي ولما حصل في الخمسينات والستينات ان كان فيه حزب الشيوعي قوي ومنظمات يسارية قوية وكانت ممكن امريكا تكون دولة شيوية حصل ان امريكا في فترة المكارثية صحقت كل الشيوعيين فيه فيلم شهير ليونادو ديكابريو جي إجر هوفمان اللي بيشرح فيه كيف صحق FBI كل الشيوعيين واليسارين المتشددين في امريكا ومن انزلاق امريكا نحو الشيوعية وبالتالي امريكا التاريخ اللي فيه الايديولوجي لامريكا ما هوش فيه ما فيهش النازيين انما فيه الشيوعيين الجديد ان فيه دلوقتي النازيين الامريكان او الحزب النازي الامريكي او النازيون الجدد في الولايات المتحدة الامريكية كلمنا قبل كده عن انه قبل ترامب ما ينجح في انتخابات الرئاسة فيه شعور عام ان امريكا لم تعد بيضاء ان امريكا بشكل عام ايما على فكر سياسي واكتماعي منذ تأسسها ان امريكا دولة بيضاء زي كده كلمة روسيا البيضاء احدى الدول دولة روسيا البيضاء فدي امريكا البيضاء لكن الملوانين بدأوا مع الوقت يهددوا الشكل الابيض لباية المتحدة الامريكية فالنازيين الجدد هم عايزين امريكا بيضاء وعايزين كل غير البيض يروحوا اماكن تانية وترجع تاني السطوة بالكامل للبيض في امريكا جديد هذا الامر انه لأول مرة نقرأ في الصحف العالمية عن انه في مسيرة قد تكون مسلحة ضد اليهود كيهود في احدى بلدات مونتانا ولاية مونتانا الامريكية ما هي القصة ان احد قادة النازيين الجدد متطرف يميني امريكي والدته عندها مبنى في بلدة في شمال غرب ولاية مونتانا في يهود موجودين في المكان فالطائفة اليهودية قالوا لها ان ابنك بيهاجم اليهود ومعادي للسامية ومتطرف وبوحي النازية فانتي لازم تطبرئي من افكاره ونمر اتنين بنسبة المبنى اللي عندك ده احنا لازم نشتريه منك علشان ابنك ما يجيش يستخدم هذا المبنى لصالح النازيين الجدد فولدة النازي قالت لأ فهم عملوا مظاهرات بالشموع قدام المبنى ولا تزال في ضغوط من الطائفة اليهودية في البلدة على والدة هذا النازي المتطرف علشان يخذوا المبنى يشتروه من والدة النازي فهو اتفق مع كل النازيين من انصار هذه الدعوة انها يروحوا في مسيرة مسلحة لان ولاية مونتانا قوينها الداخلية بتسمح بحمل السلاح اثناء المظاهرات يعني ممكن تكون مظاهرة مسلحة لان الافكار او القوين هناك تحرورية اكتر من بعض الولايات الاخرى وبالتالي في ترتيب لمظاهرة مسلحة هتطلع في مواجهة الطائفة اليهودية في هذه البلدة في شمال غرب مونتانا حاكم الولاية نواف الكونجرس ادانوا هذا الامر بس هم قالوا هنحننفذ هذه المسيرة بعد ايام من استلام الرئيس ترامب للسلطة اذا هذا جديد في الخريطة الايدولوجية الامريكية ان يكون في حركة نازية بهذه القوة او هذا التطرف وان الحركة النازية تفكر في الاشتباك مع اليهود كيهود وان الحركة النازية تفكر انها تعمل مسيرة مسلحة في مواجهة طائفة يهودية على اساس خلاف ديني وعقيدي علشان تعلن عن فكرها كحركة نازية معادية لليهود اذا نحن ايزاء جديد في 2017 في الخريطة الايدولوجية للولايات المتحدة الامريكية اشتركوا في القناة